في عمليات نصب آه لازم نقضي على البرامج السياحية الزائف عمليات النصب اللي بتتعامل في ما يتعلق بقى الناس بقى بتنصف في الحج والعمرة اللجنة في الحج والعمرة أصبحت بتناقش مشروع نظام مخصص خاص جدا لحملي تأشيرات الزيارة الشخصية والسياحية للمملكة العربية السعودية طبعا عايزة عرف ايه اللي بيدور في اللجنة طبعا لازم هروح لأسيد ناصر تورك عضو اللجنة العليا للحج والعمرة أهلا بيك يا ناصر بيه أهلا نيسو الباشا إزاي الحال يا سعدت الباشا إزاي حضرتك الله يخليك قول لي بقى يعني أنا عارف احنا لما اتكلمنا المرة اللي فاتت وقالنا لازم يتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات وما إلى ذلك وانتوا عندكم دلوقتي اللجنة وأظن بدأت تتناقشوا آلية ما نقشنا اقتراح ورفعناه معالي الوزير وزارة السياحة حلو إنه أصلا القانون رقم 72 لسنة 21 حدد البوابة مختصة بتأشيرات العمرة والزيارات سواء السياحية أو الشخصية حلو إن دول لازم يبقى وفق برامج من خلال شركات سياحة وأي شركة تخالف هذا البرنامج تتعرض لأقوبات تصل لحد الإلغاء وأي حد يتشتغل في المجال دون ترخيص من نزارة السياحة يتعرض لغرامات تصل لتنين مليون جنيه والحبس بمدة سنة تبقى لقانون فمعنى كده إن احنا لازم نفعل القانون نفعل القانون إزاي؟ إن احنا نلتزم إن الشركات تلتزم بتنظيم برامج وليس نظام إن احنا نديره بس QR code لجرد إن هو يخرج ويدخل بـ QR code لا إحنا كده بنهدر موارد للدولة لأنه أرسلن اللي بياخد تأشيرة ده بيروح لمكاتب بيعمل بصمة وبيدفع رسوم بالعملة يبقى في الأباب أولى إنه يطلع منظم من خلال شخكة مرخصة وطبقا للقانون اللي هو سنة 21 إحنا الموضوع مشكلتنا إن وزارة سياحة فقط هي اللي بتواجه العميل في حين إن البوابة مربوطة بالمنافذ ومربوطة في شركات الطيران فلازم كل وزارة من دول تؤدي دورها مع وزارة سياحة لا تترك مفاتيش وزارة سياحة عرضة للمواطن إن هو يخش معهم في إشكالية ولازم من الإعلام نعمل حملات توعية إن المواطن لازم يعرف حقه ويرجأ لشركة مرخصة طبقا للقانون ولازم الكلام ده إن الوسطة اللي بيشتغلوا في المهنة دي يعرفوا إن فيه قانون وفيه عقوبات حتطبق عليه تصل لحد الغرامات وتصل للحبس فمعنى كده إنه تفعيل القانون هو الأساس وإنه لازم تطلع في برامج منظمة حتى الدولة تاخد حقها في رسوم والضرائب إنما اللي بيحصل لا رسوم ولا ضرائب والعدد اللي طلع الغد دلوقتي 150 ألف طلعوا دون تنظيم يبقى معناها إن إحنا عملنا بوابة ليه؟ طب عملنا قانون ليه؟ يبقى لازم نفعل القانون ولازم الدولة تاخد حقها والمواطن ياخد حقه وكل واحد يبقى ماشي وفق القانون لأن إحنا دولة مؤسسات ودولة قانون طبعا 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 المشكورة جدا ناصر بيه كل شكر أسيس ناصر ترك عضو اللجنة العليا للحج والعمرة وإنت حتى كمواطن يعني خد بالك فإنت لازم تحافظ على أن إنت تبقى رايح لشركة عليها الإيمة وشركة مترخصة وتعملك برنامج وما إلا زلك ما تخليش حد يعمل عليك سببيب ما تخليش حد يعمل عليك سببيب